بساء اللزازة عليكم حافظاتي عملون ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هعمل لكم احتى كابسة بالانضوني هتعجبكم جدا ان شاء الله بس هعملها سبايسي جدا حية جدا مش هتشافة جدا جدا بس اكمها في اللزازة هنجهز طاصة وننزل بنص معلقة من الزيت ونسيبه يسخن وبعدين ننزل بتطعق الدكسة لحد ما لون هيتغير معانا وبعدين ننزل بمعلقة كبيرة من الشطة والبابريكيا الحامية جدا وبعدين معلقة كبيرة من البهارات المشاكة او البهارات الكابسة ومن ننساش اهم حاجة ارمق الشطة الحامي جدا متقطع بالشكل ده وهنقلبه معانا علشان تطلع معانا سبايسي جدا وبعدين كبيرة من البهارات هنغطيها وهنسيبها تستوي لمدة خمس دقائق بالصبت بعد خمس دقائق استوت معايا كبيرة جدا هننزل بالانجوني وكمان بوهارات الانجوني هنغطيها من سبا تنطرخ لمدة تلت دقائق بالزبط بس هنا خلاص كانت استوت معانا وكمان عايز اقول لكم ان رحيتها حلوة جدا لزيزة لزيزة بصراحة عايزة تتكل جميلة اه كمان دي من اجمل وصفات الاندومي اللي ممكن تعملوها وتعجبكم من اول مرة كمان دقائق بصراحة عايزة تتكلفة فقط تتكلفة بصراحة كبيرة جدا ويقولكم انها مميزة لن تكون مميزة جدا حرفيا هي لذيذة آآ وتعدد كل مراحل اللذيذة آآ لو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لي السابسكرايب ولايك وشير ويتفعلوا زر الجرس انتظروني بوصفات كتير من الاندوني والسلام عليكم حبيباتي